الوضع الكارثي الذي مرت به مدينة الموصل وما تزال حولها إلى ما يشبه مقبرة كبيرة تضم تحت مبانيها المهدمة المئات من جثث أهلها والتي لم ينتشل الكثير منها حتى اليوم هذا ما ذكرته مجلة نيويوركر الأمريكية التي أكدت أن العراق تحول في الفترة الماضية إلى ساحة حرب مفتوحة تستمد وقودها من فشل الدولة التي بنى الفساد نفسه على أنقاضها بينما توقعت المجلة أن لا تنتهي هذه الحرب في وقت قريب وأوضحت نيويوركر في تقرير مطول لها حول العراق أنه بعد إعلان الحكومة في بغداد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة أصبح مئات الآلاف من المدنيين ما بين مشرد أو نازح بعد فقدان عشرات الآلاف أرواحهم مجلة نيويوركر أوضحت أن العراق يعيش الآن مرحلة حساسة واستخشيت من عودة التنظيم إلى الواجهة مرة أخرى والخراب الذي يعمو مدينة الموصل حتى أن الأمم المتحدة قدرت خسائر معركة المدينة بنحو عشرة ملايين طن من الأنقاض والأدهى من ذلك تلك المباني التي كانت مأهولة بشكل مستمر منذ القرن السابع الميلادي حتى الأسبوع الثاني من تموز من عام 2017 حيث تحولت إلى مقابر دفن فيها سكانها أحياء وما يزال الأهالي حتى اليوم يبحثون عن جثث ذويهم تحت الأنقاض والتي قدرتها مدينة الدفاع المدني بالألاف في السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن السكان الموصل يواجهون فسادا إداريا متزايدا يتمثل بابتزازات مالية واعتقالات غير عادلة تجري بشكل الروتينيين على يد عناصر ميليشيات تفرض نفوذها على المدينة مشيرة إلى أن عمليات الابتزاز تشمل حتى المعتقلين داخل السجون الذين يجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم رغم عدم وجود أدلة الاتهامهم سوى تشابه أسمائهم مع أسماء أخرى مثلا وتشدد الصحيفة على أن الامتعاض المتزايد بين الأهالي قد يقلب الأمور رأسا على عقب ففشل الحكومة في التعاول مع عابث الميليشيات واستهتارها في الموصل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بعد أن ضاق الناس بأفعالهم